السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان حلقة جديدة من بردمجنا آخر النهار مع تامر أمين حلقة يوم الثلاث الموافق 4 أكتوبر 2022 ما زلنا نعيش في الحالة الأكتوبرية أيام ليالي شهر أكتوبر شهر النصر والمجد والعزة والفخار والنهار دا الحقيقة كان يوم مختلف بامتياز لأنه كان وقائع الندوة التثقيفية اللي أقامتها القوات المسلحة المصرية بحضور السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى القوات المسلحة شيء مختلف وشيء يدعو للفخر بجد يعني وأنا متأكد أنه جزء جميل من حضراتكم تابع فعاليات هذه الندوة التثقيفية أو تابع فعالياتها بعد كده حتى وأجزاء منها لأنها كانت مختلفة وفيها مشاعر مختلفة ويمكن أفضل أفضل وصف هو الوصف اللي أطلقته القوات المسلحة كعنوان لهذه الندوة التثقيفية رقم 36 عنوان ندوة اليوم كان إرادة وطن أكتوبر إرادة وطن والحقيقة أنه ده معنى وعنوان لخص كل شيء لخص كل شيء يمكن أن يقال عن الملحمة العسكرية والشعبية العبقرية اللي اتعملت في 6 أكتوبر 73 وما أعقبها من أيام كانت شاهدة على ملاحم كثيرة لكل أفرع وأسلحة قواتنا المسلحة الباسلة اللي بنوجه لهم الحقيقة مش بس حب ومش بس إعزاز ومش بس تقدير بنوجه لهم أقصى آيات الامتنان لأننا الحقيقة قلت الكلام ده من سنين طويلة جدا وانا يمكن يعني حجزت شوية بس كان ليا شرف تقديم بعض حفلات أكتوبر في التسعينيات الدولة كان بتقيم أيضا ليالي أكتوبرية وحفلات أكتوبرية ومناسبات وطنية بمناسبة احتفال أكتوبر وانا شاركت وانا مديع صغير لسه في تقديم حوالي 4 أو 5 حفلات وكان دايما الهاجس والدافع اللي بيشحن معنوياتي وبطارياتي وانا بقدم الحفلة وشايف وقع ورد فعل الناس كمان الحاضرين أو سواء المشاهدين في البيوت انه المناسبة مناسبة أكتوبر مناسبة غير ليست ككل المناسبات كل المناسبات تأتي لنحتفل بها أما هذه المناسبة تحديدا ننتظرها لكي نفخر بها مش لنحتفل بها لكي تزيد من حالتنا المعنوية وروحنا الذهنية والنفسية لأعلى أعلى أعلى درجتها سبحان الله سنوات طويلة جدا جدا اقتربت من التسعة واربعين سنة تسعة واربعين سنة عدوا على نصر أكتوبر يعني أجيال 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 عدت دخلين على الاحتفال الذهبي السنة الجاية ان شاء الله احتفال الذهبي يعني مرور خمسين عام على نصر أكتوبر انا متأكد ان الدولة المصرية هتعد العدة من النهاردة لاحتفال أسطوري تاريخي لانه خمسين سنة مناسبة تستحق ان احنا نحتفل بها احتفال مختلف يليق باليوبيل الذهبي لوحدة من اهم ان لم تكن اهم المناسبات الوطنية في التاريخ المصري والعربي لكن انا بقول لكم فيها شيء غريب مناسبة اكتوبر انه كلما مرت السنين كلما زاد الوهج كلما تباعدت السنوات عن النصر وظن الكثيرون انه احساسنا حيقل وفرحتنا حتقل وفخرنا حيقل نجد العكس تماما بطاريات الفخر وبطاريات المعنويات تزداد شحنا عاما بعد عام وكأن اكتوبر ونصر اكتوبر ويوم العبور كان لسه السنة اللي فاتت مش من 49 سنة ده ليه لسببين لعظم الملحمة لعظم وضخامة وملحمية الملحمة اذا جاز التعبير رقم اتنين علشان اللي احنا بنعمله ده انه الاجيال المصرية جيل بعد جيل حتى على مستوى السنوات بتسلم بعضها روح اكتوبر الحدث خلص والعبور تم لكن روح اكتوبر بدأت ولن تنتهي شطرتنا وحكمتنا قيادة وشعب ان احنا ما نخليهاش تنتهي ان احنا نفضل نذكي نذكي بالذال نذكي الروح الاكتوبر نذكي يعني نشعلها وانا نجعلها متوهجة طول الوقت نذكي هذه الروح الاكتوبرية في انفسنا اولا وفي انفس اولادنا واحفادنا عشان ابني وحفيدي لما يتولدوا يتولدوا بنفس الطاقة وبنفس الحالة هتقولولي وليه عشان ليه كل كلام نتبقلوا ده وروح اكتوبر تفضل ليه هقولوكم ببساطة شديدة يعني لان اكتوبر عند المصريين تمثل مصدر الهام ملهمة حدث ملهم ملهم لينا كلما داقت بنا الظروف تذكرنا اكتوبر كلما استحكمت حلقات الازمة تذكرنا اكتوبر كلما ظننا اننا امام مستحيلات تذكرنا اكتوبر كلما صدتنا الموانع افتكرنا الموانع اللي احنا عبرناها وتعدناها السواتر تذكرنا السواتر التي انزلناها الخطوط تذكرنا الخطوط التي دمرناها فبالتالي ليس هناك شيء اسمه مستحيل امام هذا الشعب اذا ما اراد ليس هناك مستحيل امام هذا الشعب اذا ما اراد عشان كده يرجع مرجوعنا اقول لكم عبقرية استخدام واختيار العنوان لندوة النهاردة اكتوبر ارادة وطن في 73 هذا الوطن وهذا الشعب اراد الحياة واراد تحرير الارض واراد استرداد الكرامة والعزة فنال ما اراد والظروف والتاريخ يشهد على انه كلما استحكمت حلقات اي ازمة وصعاب تمر بيها الامة المصرية واراد الشعب ان ينجو فكان له ما اراد وتذكروا معي تلاتين ستة 2013 ما كانش فيه استحكم لحلقات اكتر من كده وكان الوطن كله مش سينة بس الوطن كله كان على شفى ان يختطف ويضيع وينهر للابد اراد الشعب ان يحافظ على وطنه وان يمنعه من الاختطاف والضياع فكان له ما اراد وتذكروا هذه المقولة اذا ما اراد شعب يوما ما الحياة فلا بد ان يستجيب القدر هنا القدر هو مشيئة ربنا سبحانه وتعالى التي توفق دائما وتضع كفها مع كف الوطنيين المؤمنين المكتهدين والذين لهم ارادة بصلب هذا الوطن قبل ما اكلمكم عن فعاليات الندوة في لقطة الحقيقة انا توقفت قدامها كثيرا واللقطة دي انا يعني بقى حيي فيها طبعا الابطال اللي حواليكم دلوقتي سورتهم لكن كمان بحيي صاحب اللقطة ومش بحييه بس كشخص لا بحيي ذكاؤه ووطنيته وتواضعه بحيي ذكاؤه ووطنيته وتواضعه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي الحقيقة كل مرة بيفتلنا انه رجل متواضع جدا وضع دائما الامور في نصابها الصحيح ويزن مقادير الرجال يزن مقادير الرجال يعني هي يزن مقادير الرجال يعني بيدن الناس حجمهم ووضعهم حتى في حضوره المفروض ان رئيس الجمهورية موجود القائد الاعلى القوات المسلحة موجود يعني اعلى رأس في المؤسسة العسكرية واعلى رأس في الدولة موجود ومع ذلك وفي حضوره يقف ويقدم التحية العسكرية احتراما واجلالا لابطال حرب اكتوبر من الكتيبة 139 اللي قدموا ملحاة عظيمة زي ما حضراتكم شفتوا في المشاهد اللي احنا بالذعه لحضراتكم دلوقتي هؤلاء الابطال اصطفوا على المسرح ليتلقوا تصفيق وتحية جميع الحاضرين وكان ممكن اي رئيس او اي قائد يكتفي بهذا الناس طلعوا على المسرح وخدوا حقهم وخدوا السوكسي وخدوا الكريدت وخدوا القدر الذي يستحقه من الحب والتحية والاجلال والتقدير وكل الحضورهم بما فيهم الوزراء والشخصيات العامة والفنانين والاعلامين والقامات المصرية كلها بالاضافة الى السيد الرئيس الجمهورية وقفينوا بيحيوهم لا ما اكتفاش بكده بس السيد الرئيس ده السيد الرئيس صعد الى المسرح بصحبة السيد وزير الدفاع وبصحبة السيد رئيس الاركان وقدم لهم وقدموا لهم جميعا التحية العسكرية ودي معناها كبير اوي لمن يعي ومعناها كبير اوي لمن يفهم وطبعا العسكريين عارفين اكتر مني ومن حضراتكم كبدنيين معنى هذه التحية العسكرية بصوا حضراتكم قيادات الدولة العسكرية وعلى رأسهم القائد الاعلى القوات المسلحة يصطفون ويقدمون التحية العسكرية لابطال اكتوبر هذا الجيل العظيم الذي ارد الله لهم ان يمد في اعمارهم حتى يتلقوا هذا التكريم ويروا باعينهم فرحة وفخر المصريين بهم فرحة وفخر المصريين بهم عشان كده بقول لحضراتكم انا سعيد ان لدينا رئيس جمهورية بهذا الذكاء وهذه الحكمة وهذا التواضع وصعب اوي تجتمع هذه الصفات في شخص يتولى هذه المسئولية الثقيلة حكمة وتواضع ويضع موازين الرجال في اماكنها تعرفين الرسول صلى الله عليه وسلم قال انزلوا الناس منازلهم انزلوا الناس منازلهم اي اعطوا للناس اقدرهم لما حد يستحق ان يتحط في حتة معينة ما تستهنوش بيه ما تزلهوش ما تحطوش من قدره والحقيقة ان السيد الرئيس بيعمل كده طول الوقت بيضع الناس منازلهم وبيضع الناس في اقدارهم التي يستحقونها عشان اقولكو ان دي مش لفتة كده سريعة او ولدت اللحظة او كده لكن ده شيء اصيل لواء السيد الرئيس تذكروا معايا اللقطة مش فاكر اللي حصلت في انهي مناسبة اللقطة اللي حصلت لما كان السيد الرئيس في الحضور ايضا في القاعة وكان على المنصة من المتحدثين اللواء الدكتور سمير فرج المفكر والقيادة العسكرية المصرية الكبيرة التي نفخر بها ايضا وكان بيتكلم فالدكتور اللواء سمير فرج بيقول كده هو في معرض حديث وبيقول انا خدمت مع السيادتا كفندم وهو بيكلم السيد الرئيس فالرئيس السيسي وقفه لو تفتكروا ساعتها وده لقطة يعني مشهورة جدا وعتقدوا عايا وفكرتها فالسيد الرئيس وقفه في الكلام وقال له لا عفوا انا اللي كنت مخدم مع السيادتا كفندم وقال له جملة شهيرة العين ما تعالاش عن الحاجب هو ده الرئيس السيسي وهي ده شخصية الرجل الذي يدير هذا الوطن بكثير من الحكمة وكثير من التواضع وكثير من التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى لان الله لا يوفق سوى المجتهدين واحدة من الفقرات الغنائية الفنية الجميلة اللي اتعزفت النهاردة وكانت من فعاليات الندوة التثقيفية اغنية الله اكبر اللي غناها المطلب العظيم صاحب الحنجرة الذهبية التي لا تبلى ولا تتقادم فنان الكبير متحط صالح معي على التليفون الدكتور جمال سويد مؤلف اغنية الله واكبر الدكتور جمال مساء الخير اهلا اهلا ازاي ازاي حرك ان شاء الله كون بخير الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب والمصريين جميعا بخير بمناسبة هذه المناسبة وتسلم الايام بالنصر دايما الله ما امين وتسلم الاياد على رأي الاغنية القديمة على الاغنية الجديدة الله يخديك الحمد لله ربنا وفهنا نحمل الله الحمد لله قل لي انا عارف انه كل اغنية مبنية على فكرة والفكرة مبنية على وحي فقل لي ببداية وحي الفكرة والله احنا كنا بنعمل انا وصديق الدكتور اه اشرف طبيب اسمان ملحن كبير قلنا بنعمل حاجة وطنية للمصر حلو وعملت حاجة اه 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 اسمه العبور اه والعبور كان بيتكلم على عبورين عبور 6 اكتوبر وعبور 30 يونيو يعني اعتبرت ان 30 يونيو كان عبور من ظلام وخيف جنوك صحيح و و وعملنا الابريت على هذا وكان فيه فقرات غنائية وفقرات بالتألشاء فقدلنا الهيئة الابريت لل هاي الشغون و و وفق على الفقرة المغنية وتم تكريف الوسط كبير الاسط الاسط الذهبي متح الصالح انه يجنيها والحمد لله لقد قبول الحمد لله طبعا الكلمات ممتازة والتلحين اعطاها موسيقى ونغمات رائعة وطبعا صوت متحة انت عارف بيحلي كل حاجة لا صوت متحة يغطي يغطي على كل طبعا لا لا العفو لا ده هو بس مغارد الحلية الحلية اللي فوق لكن لازم يبقى المحتوى جميل عشان المنتج كله في النهاية يلقى هذا القبول ورد الفعل الممتاز من الناس معاك معاك جنبي هو الدكتور أشرف دي الجاوي الملحن طيب اتواصل معنا وصمحت مساء الخير يا فن مساء الخير يا دكتور ازاي حضرتك تحية مصر قبل اي حاجة تحية مصر الف مرة الف مرة ومكرر شكري لحضرتك زي ما تكرت دكتور جمال وتسلم ايديك لحنو موسيقى ممتازة الحقيقة زينو الكلمات الله يخلي حضرتك ده من ذوقك واحنا حبينا نعمل حاجة لمصر اللي ديتنا كتير مصر ديتنا كتير قوي يعني احنا حتى في الكارير المهني بتاعنا أستاذ جمال كمحامي وأنا كطبيب أسنان مصر ديتنا كتير قوي حبينا نديها حاجة بسيطة يعني حاجة بس نقول بيها بنحبك يا مصر لا لا وانت كطبيب أسنان عملت النهاردة تقويم موسيقي عظيم الحقيقة كمان أنا متأكد أنه يعني يمكن الواحد ممكن يبقى هويته التأليف أو التلحين في مناسبات عديدة لكن مناسبة أكتوبر لو أنا بعملها بصراحة زيكم أكيد هعملها بحبه بقلب أي حاجة لمصر نعملها بحبه وقلب صح أكتوبر 30 يونيو أي حاجة بصبو عنقذة مصر والربط اللي عملتوه ما بين أكتوبر و 30 يونيو كمان كان ربط زكي قوي هو ده العبور الأول والعبور التاني صحيح العبور الأول 6 أكتوبر العبور التاني في 30 يونيو صحيح 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 ده اللي أنقذ هذا الوطن الجميل العظيم اللي يا رب كل الناس تحبه قوي لأنه هو يستاهل فعلا هذا الوطن العزيز الغالي يستاهل كل الحب صحيح برضو النبارات بتفرق معايا تحياتي لكما وربنا ما يحرمنا من هذه المواهب اللي أمتعتنا وأسعدتنا النهاردة بالأوبريتو بالأغنية الجميلة اللي حنشرك المشاهدين في الاستمتاع بجزء منها دلوقتي أغنية الله أكبر الله أكبر على اللي شارك في العبور جملة تحمل كل المعاني الحلوة اللي جوانا لكل فرد مش بس لكل قيادة لأنه دايما القادة والضباط واللي في المقدمة دايما هم اللي في الذاكرة وهم اللي بيتم استضافتهم في البرامج وبيتذكرهم بالإعلام وما إلى ذلك عشان كده مهمة أوي أن احنا النهاردة نفتكر كل ما نشارك كل ما معنا كلمة كل ما نشارك وخطط وفكر ونفذ في ملحمة العبور العظيمة في 6 أكتوبر والنهاردة عجبني أوي كمان بصراحة يعني عجبتني أوي جملة اللي قالها السيد الرئيس لأبطال حرب أكتوبر قال لهم كده قال لهم احنا أسفين قال لهم احنا أسفين إذا كنا افتكرناكم اتأخر شوية وقد كده هذا الرجل لديه رقة وعذوبة وإحساس راقي وأنا سعيد أن هؤلاء الناس اكرموا قبل رحلهم عن الدنيا لأنه فرق جبير أوي أن تكرم الإنسان في حياة عينه وأمام ناظريه وفي حضور أسرته وأقاربه وأصحابه يظل يتفخر بهذا التكريم ما تبقى له من العمر أو أن تكرم اسم المرحوم فلاني الفلاني طبعا كلاهما جيد بس الأفضل أن يكرم الإنسان في حياته على ما قدمه في حياته عندي تقرير عن بعض اللقطات اللي احنا توقفنا عندها كفريق برنامج آخر النهار في هذه الندوة التفقيفية اللي حتظل علقة في أذهاننا وأنا من النهاردة مترقب الندوة التفقيفية والاحتفالية الكبرى إن شاء الله ربنا يحيني وحيكم العام القادم العام الخمسين اليوبيل الذهبي مشاهد عدة استوقفتنا خلال فعاليات الندوة التفقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والاربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي شهدها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقب ذلك تم عرض لقطات تسجيلية لكلمات سابقة لرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تحدث فيها عن أهمية العمل الدرامي الذي يمكن أن يسجل وقاع يتم نقلها لكل بيت في مصر ليعلم الناس الثمن الذي دفعته أسر بعد مربت وقبرت وعلمت كما شهدت فعاليات الندوة عرض أولى مشروعات مشروع مصري وهو المشروع الذي أعلن عن تجشينه من قبل إدارة الشؤون المعنوية وعرض معايشة للعمل في القوات المسلحة وخاصة من أبطال المظلات والصاعقة واستعرضت الندوة التثقيفية تفاصيل مشروع مصري وهو مشروع الدرامي الثقافي توعوي لتوفيق جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات كما رحب رئيس السيسي بأبطال معركة أبو عطوى خلال حرب أكتوبر قائلا لهم عظيم الشرف إن احنا نلتقي بكم ونشوفكم وربنا يديكم الصحة ويجذيكم خير على ما فعلتموه وكل هذا الجيل أهلا وسهلا بكم لنا عظيم الشرف إن احنا نلتقي ونشوفكم وكل الناس اللي موجودة مش بس اللي في القاعة في مصر يشوفوا الناس يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال أو من تبقى من الرجال ولم تخلوا الندوة من مواقف الرئيس الإنسانية حيث وجه التحية لأسر أبطال حرب أكتوبر داعيا إياهم بالصعود إلى المصرح والتقاط الصور التذكارية معهم وتوجه رئيس سيسي وقبل رؤوس سيدات أسر أبطال حرب أكتوبر في لافتة إنسانية رائعة منه ملتقطا معهم الصور التذكارية واحنا بنتكلم عن الاحتفالية الجميلة اللي حصلت النهاردة وزي ما نقولت لحضراتكم هي مش مجرد احتفالية بمناسبة وطنية هي حالة حالة عامة بننتظرها من السنة للسنة أولا علشان نشوف حضور السيد الرئيس واحتفاؤه بهذه المناسبة العظيمة واحتفاؤه وسط أبطال أكتوبر اللي بنتذكرهم ومهم قوي إن احنا كمان نشوفهم ونوري ولادنا وأحفادنا هؤلاء الأبطال اللي صنعوا التاريخ وحفظولنا على بلدنا لحد ما توصل لنا هذه الأيام بعزة وكرامة وهي مرفوعة الرأس وليست منقوصة السيادة كمتر مكعب واحد من أرض مصر أنا اتكلمت عن اللقطات وكلمت عن الفعاليات وكلمت عن حنكة وقيادة السيد الرئيس ولقطاته ومواقفه الإنسانية في هذه الاحتفالية بس مهمة أوي قبل ما اختم الكلام أتكلم عن الجندي المجهول في هذه الاحتفالية ويجب أن يتحول هذا الجندي المجهول إلى جندي معلوم لحضرتكم هذا الجندي المجهول هو الشؤون المعنوية للقوات المسلحة هذا الكيان الذي يقف وراء هذه الاحتفالية طبعا قواتنا المسلحة كلها هي اللي بترعى وتنظم وتشرف وتعد لهذه الاحتفالية لكن القطاع الذي يتولى الترتيب والإعداد ويكون مكلفا بتنفيذ هذه الاحتفالية على أكمل وجه هو هيئة الشؤون المعنوية اللي بصلاحة رجالها في كل مرة بيثبتوا أنهم رجال أنهم قد المسئولية وكل مرة عندهم القدرة على الإبهار مش بس الإمتاع أو الإفادة أو أنهم يعملوا احتفالية كويسة ومنظمة لا ما زالوا قادرين على إبهارنا طول الوقت بهذا التنظيم وهذا الإيقاع وهذا الحس ودي يمكن أبرز حاجة بتميز كل عمل بتقيمه الشؤون المعنوية للقوات المسلحة طبعا التنظيم ليس غريبا على رجال القوات المسلحة طول الوقت والتخطيط وتنظيم الفقرات والإيقاع المتراتب المتتالي المنطقي أيضا ليس غريبا لكن اللي يتوج هذا الإيقاع وهذا التخطيط وهذا التنظيم الحس الوطني الممزوج بالمذاق الفني الحس الوطني الممزوج بالمذاق الفني ومعه لمسة إنسانية بتخلي كل الحاضرين سواء الحاضرين في القاعة أو حتى المشاهدين في التلفزيون يبقوا متواصلين ويبقوا طول الوقت موجودين جوه الحدث وفي قلبه مش خارجه وكل شوية تحاول تمنع دموع قدر الإمكان من النزول لأنك في شدة التأثر عشان كده أنا بوجه التحية للواء ياسر الإسريجي رئيس هيئة شؤون المعنوية وكل أفراد الهيئة اللي أنا متأكد أنهم مناموش الليل ووصلوا الليل بالنهار خلال الأيام الماضية حتى يقدموا لنا هذه الاحتفالية بأبرز شكل ومضمون الندوة التفقيفية 36 الحقيقة ووجد احتفال الدولة المصرية بنصر أكتوبر في ذكراه التاسعة والأربعين كل التحية لكل من ساهم في هذه الاحتفالية شكرا جزيلا على التنظيم وعلى الحس وعلى الإنسانيات لمحة تانية ولفتة تانية من الاحتفالية الأغنية الجميلة اللي تغنت بيها الصوت المصري الجميل شيرين عبدالوهاب وانت ماشي في أرض سينة هناك شخص أنا متأكد أنه بيبقى مش بس سعيد ولا فخور لا كمان بيبقى حريص على أنه يكون اسمه موجود في قائمة الشرف في أي مناسبة وطنية خصوصا فيما يتعلق بنصر أكتوبر هو فنان متعدد المواهب ودايما لمسته إبداعية وفيها الحس الوطني الحقيقة تشعر بي يتغلق الجواك الصديق العزيز والمؤلف الدكتور متحة العدل مسائل خير وتحياتي يا دكتور متحة مسائل فلأ السيد سامر زي حضرتك يا حبيبي وكل سنة وانت طيب والمصرين والعرب كل يوم بخير بمنزة نصر أكتوبر كل سنة وانت طيب يا حبيبي ودايما نحتفل ونمستك معنا يا رب يا حبيبي ان شاء الله ده نحتفلات ونواجه كل التحديات ونعمل حاجات عظيمة ان شاء الله اللهم امين انا عارف ان انت يعني حتى لو لم تكلف انت بتبقى حريص ان تبقى موجود لانه بتحس ده الدور الوطني للفنان او للشخصية العامة الحقيقة انا يعني الاجيال جديدة يا سيد سامر متعرفش حاجة اسمها عبور اصلا صحيح والحقيقة احنا مقصرين عقا زي الاجيال ما نقدرش اللهم اللهم على نفسنا ان احنا لا عملنا افلام عن الحرب ولا عملنا كذا ولا عملنا كذا فبنلاقي مناسبة زي دي زي ما حضرتك قلت وانا سمعك ان شؤون المعلنوية عاملة شيء رائع جدا صحيح وعملة تنظيم مبدع ومبهر وانت قلت كلمة عجبيت من الاقاع لان الاقاع تريع وماشي مع اقاع الدولة ماشي مع اقاع الرئيس نفسه فالاقاع حلو انا فكرة في كتب كتيرة جدا كتب تاريخ برا بتقول ان احنا ما انتصرناش اصلا اه من للاسف فاحنا لازم نبقى حرصين كل الحرص على قوتنا النعمة وحرصين ان احنا كردوم لأ احنا انتصرنا وعملنا والحقيقة بص انا يعني انا اتفرجت على اللي كنت موجود في الاحتفالية سيبك من الوبريت بتاعي وسيبك من كل اللافتة اللي عملها الرئيس اه بالحقيقة اه وهي جات عفو الخاطر وانا متأكده راجل سينارس له وفاقين ايه اللي مترتب وايه اللي جي عفو الخاطر صح لما قرر ان هو يقف من رجال من ده ويقدت بحية العسكرية لقوات تلاتة وسبعين مزبوط الحقيقة انا قلت لهم ده كان مفروض بيبقى النهاية الاحتفالية لان اي حاجة بعده دي لو خانت بترتبة بس عليك قلت انها جاية عفو الخاطر عفو الخاطر وتأثرنا تأثر غير طبيعي بهذا الابتنان صح وهذا الاحتفال الجميل اللي سبقوه دي على فكرة مش عادت مش عادتنا احنا بيعمل بعبد يلغي اللي قابله صح صح لقوا فيها تواضع كبير من القائد الاعلى القوات المسلحة طبعا فهذا التواضع وهذه الانسانية اللي هي شبه الانسان المصري البسيط اللي هو واحد مننا الحقيقة كانت كانت حاجة يعني اثرت فينا بشكل غير طبيعي احنا عادينا بنتفرر صحيح صحيح والحقيقة والفيلم بتاعه يقين البنت وفيلم مصري وفي كل حاجة ده السيناريو شوف حتى عارف زي فيلم واسلام الزمان اللي هي كان اسمها جهاد الاسم بتاع البنت سبحان الله مدينا احساس اه سبحان الله سبحان الله من عند ربنا من عند ربنا وكأنها رسالة قبل ما يكون اسم البنت بالضبط فالحقيقة انا كنت سعيد جدا بغض نظر ان انا كاتب القفرات بتاعلى الميتنا لكن انا كنت سعيد ان انا شاركت حتى بالوجود حتى باي حاجة عندك حق لان احنا الحقيقة يعني محتاجين قوي والكلمة اللي قالها الرئيس يعني مهما شككه فاللي زي احنا عندنا ربنا مثلا كده لك اللي بشوفش بالغربال يبقى عمى الحمد لله احنا شايفين انجازات وشايفين حاجات وان شاء الله مصر قدام احسن واحلى واجمل بكتير والرئيس قال الاجيال اللي جاية هي الحمدس اللي احنا بنعمجه صح وهو ده الشغل اللي منسميه يعني ايه لونج تير مكلاب انت مستمعش ندوص تحت رجلك لازم تدوص القدام صح والناس اللي عندها حكمة هي اللي تعمل لبكرة عشان الاجيال الجديدة مش نشتغل تحت رجلينا بس بالضبط كده يا حبيب صحيح طيب شد حيلك بقى يلا انت عارف احنا مقملين ان شاء الله ربنا يحيينا وحييك خمسين سنة على اكتوبر يوميل الذهب السنة الجاية ان شاء الله انا معاك جدا يا رب يدينا العمر من النهار ده بقى يلا سن السكاكين ان شاء الله يا حبيب اشكرك يا حبيب حبيب يا دكتور انا اللي بشكرك شكرا جزيلا ودايما موجود معنا في الفرح والمناسبات الوطنية الجميلة الدكتور متحة العدل السماريست والكاتب والمؤلف الكبير هنعود لاستكمال ما استمتعنا به من موسيقى وغنية شهين عبدالوهاب والطفل الجميل احمد اسامة صوته صعب صوته صعب يعني دمنا الاصوات ربنا يحفظ له بس على النبرة والجمال والحشراجة اللي في صوته دي ويجبر بيها لان صوته بيسموه من الاصوات النافذة النافذة يعني يعني ينفد الى القلب فيغني اي كلام يخش من قلبه لقلبك مباشرة نرجع تاني وانت ماشي في سينة حاسب لان الارض مروية دم تلك الحرب التي تمثل الانتصار الاعظم في تاريخ مصر التي لم تكن مجرد حرب عابرة في تاريخ العسكرية المصرية المليئة والحافلة بالبطولات بل كانت حدثا فريدا من نوعها اثار العالم اجمع فقد شهد يوم سادس من اكتوبر اكبر الانتصارات المصرية والعربية حين تمكن المصريون حينها من عبور قناة السويس اكبر مهنع مائي في العالم وتحطيم دفاعات خط برليف الحصينة وتلقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها اسطورة الجيش الذي لا يقهر فالشعب المصري برمته تدوق حنق ومؤرارة هزيمة 67 التي جعلت الشعب يلتف حول قيادته العسكرية والنظر للهزيمة على انها مسألة حياة او موت وذلك بهدف الخروج من ويلات النكسة وكانت فترة حرب الاستنزاث التي حارب فيها الشعب المصري وجيشه العظيم ملحمة في ست سنوات فلقد تم تهجير ثلاث مدن هي بورسعيد والاسماعيلية وسويس وخلال هذه الفترة تمت اعادة تسليح وتنظيم وتدريب الجيش المصري على الاسلحة الجديدة وتم التخطيط لحرب اكتوبر 73 وتدريب على خطة الحرب حتى جاء يوم السادس من اكتوبر لتبدأ القوات المسلحة المصرية اعظم حروبها في التاريخ الحديث وتحقق هذا النصر ضد الجيش الاسرائيلي الذي اعلن انه الجيش الذي لا يقهر وافرزت حرب اكتوبر عاملا جديدا لم يظهر من قبل في حسابات القوى وهو الجندي المصري ذلك الجندي الذي يعود اليه ولانجازاته في حرب 73 الفضل في ان تقوم معاهد الدراسات الاستراتيجية والعسكرية باضافة عامل جديد لحسابات القوى وهو النوعية القتالية ويقفض بها الفرض المقاتل ذلك العامل الذي غاب قبل 73 عن كل الحسابات والتقديرات مما ادى الى نتائج مغلوطة عن تفوق الجيش الاسرائيلي وما زلنا نتذكر اليوم الاسود في تاريخ اسرائيل يوم التاسع من اكتوبر عندما وقفت جولدا مائي رئيسة وزراء اسرائيل وبجانبها موشي ديان وزير الدفاع في مؤتمر صحفي شهير لتعلن هزيمة اسرائيل وان الدولة تصارع من اجل البقاء אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה שאיננה דומה משתי המלחמות הקודמות במלחמת ששת הימים ובמערכת קדש מלחמה הזאת קשה מרשויות חריפות, דעות, שיון, גביר מלחמה כבדת ימים כבדת דמים עכשיו אנחנו ביצوماش ובמלחמה ואיננו יחולים, איננו יחולים بتات את הביטוי הצيبوري עכשיו لأول هكبر من اهم نتائج حرب اكتوبر استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جميع الاراضي في شبه جزيرة سيناء واسترداد جزء من مرتفعات الجولان السورية وتحطيم قرافة الجيش الذي لا يقهر وعودة الملاحة في قناة السويس ووضوح تأثير التضامن السياسي العربي بالاضافة الى ما احدثته الحرب من تغييرات عميقة في كثير من المجالات على الصعيد المحلي لدول الحرب وعلى الصعيد الاقليمي للمنطقة العربية وانعكاستها على العلاقات الدولية بين دول المنطقة والعالم الخارجية خاصة الدول العظمى اسراء سعد اخر النهار بسم الله الاغنية الجميلة والشعار واهم سلاح كان رفع الجندي المقاتل المصري في حرب اكتوبر وكان واحد من اهم اسباب النصر زي ما قلت لحضراتكم 49 سنة مرت على ذكر انتصارات اكتوبر المجيدة وما زالت هذه الملحمة العسكرية العبقرية تفضي بدروس من اكتشفها يوم بعد يوم والملحمة دي زي ما قلت لكم بتدرس في المعاهد العسكرية الدولية لحد النهاردة عن عبقرية المقاتل والتخطيط المصري واهمية كبيرة قوي ان احنا بنحتفل وبنتكلم ونذكر مش بس عشان نذكر انفسنا لا عشان اجيالنا جديدة كمان تتعلم وتفهم وعند كلمة الفهم ارجوكم ان ترحبوا معي بضيفي العزيز اللي مشرفتني ومنوارني النهاردة على الهواء مباشرة في استوديو اخر النهار لواء دكتور هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري الشؤون الخارجية اهلا وسهلا اهلا وسهلا مشرفوا منواري فان اهلا وسهلا كل سلام حقا طيبين وستدى المشاهدين ومصر والدول العربية كل سلام حقا طيب وقدم تحيتنا لك ولكل افراد المؤسسة العسكرية اللي في نتل هذا اليوم رفعت راسنا وخليت راسنا توصل الحمد لله الحمد لله مشرفوا منواري فان الله يخبرك كم حراك منتفق معايا انه الاجيال الجديدة تستحق ان تفهم ودي نقطة مهمة جدا جدا ان تعرف ماذا حدث والاسباب والكواليس وراء الامور السياسية والعسكرية والقرارات المهمة لتقذت في هذا التوقيت صحيح يعني تستحق وانا شاف ان انا اضيف كمان لازم لازم ده طوق النجاة لانه هو اي دولة بتتعرض لتهديدات والتحديات على مر الزمن وخاصة الدول اللي في المنطقة العربية وخاصة مصر بحكم الموقع صحيح طول عمرنا لو بصيت في تاريخ مصر كده تلاقي كل خمسين مئة سنة في حرب دي تبعات المنطقة وبالتالي لما لقيت تحديات وتهديدات كبيرة وضخمة جدا والعالم كله حتى كفكرة عسكري يقولك مش هدروا تعملوا حاجة قبل تلاتة وسبعين والموضوع انتهى وخلص تماما واحنا نعمل تلات اقتحامات رئيسية لتلات خطوط دفاعية قناة السويس والسطر الترابي وخط برليف في ست ساعات بسلح دفاع قديم وبالتالي ده يعني انا حالك قلت نقطة مهمة بتدرس هي فعلا بتدرس في الأكدامات برا انا درستها في امريكا وانا باخد اركان حرب انها الحالة المثالية لقوات مسلحة اقل في الامكانيات حققت هدف على القوات مسلحة اعلى بكثير منها في الامكانيات اللي هي اسرائيل موجودة بتدرس في المعاين الامريكية بتدرس حتى الان في هذا بقول لك لما تحب تشوف قوات مسلحة ليه لقوي حققت هدف على القوات مسلحة اعلى هنا بكثير جدا هات الحالة المصرية اعلى كتجهيز ومعدات طبعا اعلى في كل حاجة حتى في التحالفات وبالتالي هات الحالة المصرية الاسرائيلية في 73 مفهوم ده حقيقة لان طبعا هنا يا فندم ودي نقطة مهمة ليه علاقة كمان بالروح اللي موجودة النهاردة عند الشباب الشاب اللي ممكن يبقى في مقتبل عمره وعنده بعض اليأس وبعض التشاؤم ويواجه بعض الصعاب انا اعتقد انه ما فيش صعاب وما فيش حالة اصعب من اللي كانت موجودة بعد 67 زي ما حاجت افضلت حتى بالنسبة ليه افراد الجيش يعني ناس في الجيش وعارفين انهم اقل عتادا واقل تسليحا واقل جاهزية في كل حاجة واقل من التحالفات ومع ذلك دخلوا الحرب وعندهم يقين انهم هنتصروا صحيح النقطة كانت الحرب علم فانا لو درست بصورة علمية وده كان بقى المنهج العلمي الصحيح الدراسة بصورة علمية والبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل بالغة التعقيد حط تعديد من دول خط البحث عن حلول غير تقليدية اه لمشاكل بالغة التعقيد دي عظم هو فيه ثلاث خطوط دفاعية عليهم ثلاث خطط نيران اصدحالك زي مثلا الفكرة العبقرية بتاعت السطر الترابي يعني السطر الترابي الخبراء في العالم قالوا عايزين كنبلة زرية تكتيكية تعمل لكم فتحات فتحات حوالي 19 فتح 20 فتح عايز 20 كنبلة لا معاك ولا حد عيدهم لك فهم خلاص انتم الموضوع بالنسبة لكم منتهي لما يحصل فكرة بمدخات مية لها ومصفات خاصة نعمل هذه الفتحات ده حل غير تقليدي لمشاكل عملياتية بلغة التعقيد صح عندك حق ودي طبيعة المصريين فانا عشان كده بقول حدثك ايه انا اول درس مستفاد لما تلاقي تحديات ومشاكل قدامك هي مش هتنتهي مبدان خلينا قومنا مش هتنتهي بالنسبة لمصر تمام ضربة الموقع واحنا في قلب القلب من المطالة العربية ومطالة العربية قلب العالم صح العالم كله علينا وعايز كل حاجة فشعب الوطن ده لازم طول الوقت يبقى واعي بالضبط انا واعي لأي تهديدات صح لما لأي بقى تهديدات ضخمة وكده ارجع للتاريخ وشوف المصريين في 73 ده كانوا بيعدوا القوات المسالحة وما بيحربوا في حرب الاستنزاف يعني دي نقطة مهمة اولا عايز اقول لحركتك عليها والسادة المشاهدين بعد 67 تم اعداد القوات المسالحة للحرب دي كانت بطولة بس هما بيعدوا قوات المسالحة كانوا بيحربوا حرب الاستنزاف والمدنيين ايضا سقط منهم شهداء لان كان الشركات المدنية بتبني قواعد السواريخ للدفاع الجوي وبتبني المطارات للقوات الجوية صح فصقت مدنيين في الشركات دي شهداء مع العسكريين معنا كده ان احنا كنا بنحارب حربين بالضبط كده بنستعد للعبور والحرب جزء ده محدش قال يعني حرب الاستنزاف دي كان حرب فانت بنبني جيشك للعبور والحرب وفي نفس الوقت بنحارب حرب الاستنزاف في ظل الظروف اقتصادية صعبة كان قناة السويس مقفولة ما فيش عملة صعبة العالم كل بينظر لنا نظرة المنهزم ومحدش راضي يدينا سلاح ليه قال لك انتوا انهزمته ببساطة شديدة قديك سلاح تنهزم به تاني فالسلاح سمعته حتى سوق فمش هبيع ده بيزنس واللي بيخلي امريكا تتدخل في الحرب بعد 73 لانه لن يقبل ان ينهزم السلاح الامريكي الحديث امام سلاح روسي قديم الموضوع بيزنس برضو تمام تمام ولي بخليه يدخل ويديهم بنالهم الجيش تاني بعد اثناء الحرب صح فطبعا الموضوع خلينا نفهم الموضوع في صورة الاشمل والاكبر والاكبر بالنسبة العالم كله فيه توازنات كتير وبالتالي ما بقول برضو ارجع للشباب وده حق الاجيال بقوله ده حق وده الزام علينا انحنا انه لغالك صحيح انه انت حرك لما اتقى تحديات وتحديات بص الاجدادك وشوف عمله ايه ودور تاني دور على الحلول الغير تغلدية والصورة الحقيقة اللي فيها بطولة كبيرة جدا المفرقة اللي حصلت ما بين مثلا وحداك طبعا لواء طيار ما بين صورة قواتنا الجوية وفي 67 وطياراتنا بتضرب على الارض وما بين 73 وطياراتنا بتعمل ضربة جوية هي اللي ما هدت لكل النجاحات على الفكرة هي نفس الوقت طيارات يعني الاسرائيل كان عندها طيارات الجيل التالت اللي هي الفانتوم والاسكاهوك ترد فيها رادار مده بعيد صورك رادارية بصورك مدهها ابعد احنا عندناك الطيارات الجيل الاول والتاني اللي هو من ميج 17 والميج 21 ما فيش رادار تسليح قليل جدا مده قليل جدا لما تحط الاتنين قصاد بعض ما فيش مقاردة ما حاطل عامل ايه ده انا حتضرب من البداية لما تحصل معركة المنصورة وترد زي الميج 21 توقع 17 طيارات فانتوم من الجيل التالت وتفشل الضربة نقص الامكانيات حافز للإبداع وليس مبرر للفشل دي نقطة مهمة دي نقطة نقص الامكانيات حافز للإبداع ده اللي حصل في 23 سبعين يعني فاني بقول لحارتك هو على فكرة مسموش عبور عبور ده فقط السلم اسمه اقتحام انا بتدرب عليها نار هو مش اقتحام خط برليف دول 3 خطوط دفاعية في نظرية اسمه نظرية الامن الاسرائيلية بتقول ببساطة شديدة الناس دي بتدرس ايه فبتقول لك احنا لنا نتحمل حرب خارج الحدود داخل الحدود عمق استراتيجي قليل جدا في الجنوب تحت يوصل 6-7 كيلو فلو حربه داخل الحدود تضيع منهم الدولة داخل الحدود فرقة المدرعة بتفتح تشكيل معركة 20 كيلو في 20 كيلو ولا فرقة المدرعة تقللت جوه انتهت اسرائيل فقال لك نحارب خارج الحدود فنحتل لارض خارج الحدود ونعمل خطوط دفاعية على خطط نيران خارج الحدود نموت اللي جلنا خارج الحدود تمام منتل الحرب والمعركة دايما برا الارض اللي هم عايزين واسمها نظرية حدود الامنة الحدود الامنة بالمناسبة نظرية الامن الاسرائيل بتتغير كل شوية لازم نعارفين ايه النظرية دي وماذا بتغيرها كل شوية تمام النظرية صح الخطوط الدفاعية النظرية صح وعلى مر السنين من قبل حرقة يحعمل خط الدفاع عليه تحصنات وخطة نيران ايه الزكاة ان انا ما حاربش في ارضي منطقي منطقي فهم عاملين تلت خطوط قناة السويس كمانع ده منع دفاعي عليها اه مادة اسمها النبالم المادة دي بتطلع فوق الشمية بتشتعل فقية وسط على المية على الارض درجة حاريتها بتعدل الف درجة فاللي هيعدي تحيسيح صح فيه ساتر ترابي جبل ترابي ده غير الغامل في الارض ده ده كمان ده جيل جبل تراب على ضفة الشرقية اللي نحيته ارتفاع عشرين متر زيوت ميل خمسة وعبين درجة وعليه خط انا قال ليه اماكن للدبات ودافع بتضرب بالنار اللي في القناة يعني حيموت مرتين ده تاني خط تالت خط اللي هو خط برليف جنرال اسمه برليف قال لك احترامش كفاية هننعمل خط من النقطة الحصينة جدا دوشم عبارة عن طبقات دبش وبعض بينا قدوان سكة حديد فيها فتحات لكل أنواع النيران عدد كبير بامتداد القناة بالكامل ده تالت خط وره فإذا هم هم تلت خطوط دفاعية كل خط علي خطة تنروم متكاملة وبالتالي كل القراءات العسكرية ساعتها قالت مستحيل تجاوز السواتر دي ده استحالة ده تلت خطوط دفاعية وكل خط على خط النروم متكاملة والموضوع صح عسكريا سواء شرق أو غرب منتفقين عليه دول يقتحموا في 6 ساعات من 6 سنين بسلح دفاعي قديم فإحنا كسرنا نظرية الأمن الإسرائيلية النصر كموجود المشكلة الأكبر للعالم كله كسر النظريات العسكرية الصحيحة العالم كل وقف على رجل انتهينا حدق واخدين بالكم الدكتور ريشان بيكلم في ايه بيكلم في انه ودي العبقرية اللي تزيدك فخرا في العسكرية المصرية انه الطبيعي ويبقى مرفو عليك ان انت تستغل أخطاء الخصم لكن احنا بنكلم دلوقتي على ان الخصم ما كانش عنده أخطاء بالعكس ده عامل شغله صح الصح باعتراف كل المؤسسات العسكرية في العالم نسبة تأمينته التمية في الماء الدولة العالمة خط الدفاع بتقولها فمش انت استغلت أخطاء الخصم ده انت يعني الابت الصح غلط عدد النظريات العسكرية التي تم كسرها طول حرب التاسعبين كتير جدا ودي اهمهم واولهم وحتلاقي ايها في خطاب الرئيس السادات اين نظرية الامن الاسرائيلية التي تم بنائها سنوات طويلة تحليل مجمونا الرئيس السادات وخطاباته في المنتهى الامية وبستخدم على فكرة ومصطلحات عسكرية صحيحة 100% يعني الحقيقة يعني انا عشان بقبل اللي عايز يستزيد طيب خليني احنا ماشيين وعشان كده يمكن الكلام اللي حالك بتقوله ده خلى الاسرائيليين زي ما شفنا كده في التقارير يوم 19 أكتوبر مش بصدقين لانه هم مش بس تهزموا او تضربوا وما ستدقوش انه المنظومة المثالية اللي هما عاملينها دي يمكن اتكسرت نظرية الامن اه هي دي المشكلة في العالم كله عشان كده اول ما الحرب بدأت اتعينت في واشنطن لجنة اسمها واشنطن سبيشال اكشن جروب هزي اللجنة يرأسها الرئيس الامريكي نيكسون ومعها مجلس الامن القوم الامريكي بيدير الحرب من البيت الابيض لصالح اسرائيل ودي وساق امريكية على فكرة اه وبعدين ابتدوا يمتدهم بجسر استراتيجي بحري وجوي لمدة شهر منهم 13 اكتوبر تمام اكتشفوا ايه صح المعدات كانت نزلة دا زيلوا كيلو دا النقل بطارات اسرائيلية كمان ودهم 40 طارفانتوم و30 طاراس كاوك يعني هما بنولهم جيش تاني المشكلة الاكبر ان اثناء اللجنة دي هي في فاشنطن مش عارفين شكل الجبهة ايه والاستطلاح شكله ايه يسألوا اسرائيل منهرين لأول مرة في التاريخ تطلع طيارة تستطلعها استراتيجي اللي هي الاسر 71 من امريكا طايرة لغاية سينة ترصد الجبهة وتدي المعلومات دي للبيت الاب وعلى فكرة لما الطايرة دي طلعت هم عايزين الطايرة تنزل تماما في اوروبا اوروبا رفضت الاثنين طايرين دول بعد ما اتطرت كهنت قلفوا اكتاب وجابوا بيه تصديق من المخابرات يكتبوا فيه اهم الطلعات اللي الطايرة دي قامت بيها وذاكرين طلعت مصر بالتفصيل ان هم موونوا في الجو خمس مرات جاي من امريكا رايح جاي وقال ان اصورت الجبهة وقال ان الصور تظهر سوء اوضاع القوات الاسرائيلية اذا هو الاقي ان امريكا تدخلت نمر واحد بتخطيط من خلال لجنة واشنطن سبيشل اكشن جروب من خلال دعم عالي جدا لمسرح العمليات بزخائر وسلاح وطائرات جيش تاني واستطلاع يفوق استطلاع امكانات المنطقة بالكاملة فيها اسرائيل نفهم وده اللي خلى الرئيس السادات قبل وقف اطلاق النرب بعد خمس مرات همون بتحايلوا عليه هو ده بقى السؤال لانه في كتير من الناس بيقولك طالما انت منتصر ومتقدم وبتحقق نجاحات على الارض ايه اللي خليك تتوقف الرئيس السادات لا امريكا بتحربه لمدة عشر تيام واكتر فايقن الخطة الامريكية تدمير معدات القوات المسلحة على الارض اللي في الشرق وكده كده انت حتيقه على طريق سلطة المفاوضات بس حتيقه بقوات مسلحة مدمرة فالسادات وقف الرئيس السادات الرحمة طلع عليه قبل وقف اطلاق النار وهو منتصر عشان يقعد على طريق سلطة المفاوضات ومع قوات مسلحة قادرة على القيام بعمل عسكري اخر وده ورق الدغط اللي في ايده هتمضي ولا هكمل هنا الفرق اننا نعود على طريق سلطة المفاوضات وانا في ايدي اوراق ضغط او اننا نعود بصة فانا في اربع اسئلة لازم يتجاوبوا قبل ما حارب متى ستحارب كيف ستحارب السؤالين للتانين دول اهم متى وكيف ستتوقف عن الحرب مفيش حرب تدوم للابد هتوقف الحرب امتى وازاي قلتك ما ينفعش ابدأ حرب اونا مش عارف انهيها ازاي بالضبط انهيها امتى وازاي تمام لان كل ما الحرب حتطول الاتنين خسرانين مفهوم مفهوم حتى لو طرف بيحقق نجحات حتحقق نجحات وتدفع تكلفها جبارة رهيبة صحيح لا توازي النص اللي انت حققته مفهوم الاربع اسئلة دول والرئيس السادات وقف وقابل وقف اطلاق والسرات طريبا فالشعب قالها قالها جماعنا بحارب امريكا ما بحاربش اسرائيل قالها صراحة الحقيقة هو سابلنا اعتقد كان يوم 14 اكتوبر سابلنا تراث من الخطب والمداخلات اي ان كان مسمها فعلا يرصد لنا ما حدث بصورة علمية دقيقة جدا هو كان قادل على القوات المسلح صحيح وبالتالي قعد ارتفاع الانفاوضات وهو مع قوات المسلح عشان كده مضوا يعني هو لما قال انا هعمل سلام وراح اسرائيل جم قعد في كامبي ديفيد امدي امدي ارجع امدي على اتفاقية معهد السلام امدي بعد كده واحنا فيه ناس بتقولك انتو اتفاقية السلام معاهد السلام انتو سينة مقصة السيادة طب ما انا في مكافحة الارهاب انا مدخل جيش لغاية الحدود صح ده انا بعد مكافحة الارهاب عدنا الاتفاقية الامنية اللي بيننا وبين اسرائيل ومضى عليها الناس دي عمرها ما كانت بتمدي كده هاتلي دولة يا فنم اسرائيل يعني بتمدي وترجع وهكذا هاتلي يعني هما مش كده مع المنطقة للأسف ولا مع العالم كل ولا مع العالم ها شوف بيعمل فهما هو 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 لانه يعني تماما انني كسرت النقط حجر الزاوية كسرت نظريات عسكرية صحيحة صحيحة اثناء حرب 93 بالكامل وهذا في العلم العسكري مصيبة لأي قوات عمل خطط على النظريات دي مصيبة لأي قوات ها انت عام في قوات في العالم عامل خطوط دفعية وعمل نظريات والجيل التالي ومتطمن عليها ومتطمن عليها فجأة في ست ساعات تقيت الكلام ده ما ينفعش شوف لك حلول تانية للعالم كله شرق وغرب والضرب بقدرات تسليحية اقل اقل عشان كده ما تلاقي في امريكا تلاقي الناس مثلا بتكلم سلبي على مصد ساعات ها كونجرس مش عارف ايه معادة القوات المسالحة الامريكية والبنتجو هاتلي تصريح واحد في حاجة سلبية عن مصر او جيش المصري ليه القوات المسالحة الامريكية او البنتجو البنتجو اللي هي وزارة الدفاع اللي هي وزارة الدفاع هو عارف انا مين ودخل معنا في تدبات مشتركة في النجم الساطع وعارف احنا مين وعارف قدراتنا وان انا بسلح دفاعي قديم وفي مواقف عمليتيها صعبة بقدر اشوف حلول غير تقليدية تحل مشاكل عملياتية بالغة التعقيد وبنتصر ودخلين معاهم في النجم الساطع بطيارات اقل من اللي عندهم وعارف بتعمل في ايه فكل واحد عارف نفسه فهو عارف قدرنا كويس فهو عارف قدرنا فعشان تقول الناس ما تقلقش ما تلاقي تهديد او تحدي في اليومين دول ما تقلقش ما تقلقش دور على الحلول التقليدية الناصر جاي بس ممكن ننتصر وإحنا على اي حاجة طيب السؤال بقى المهم كمان وإحنا الحقيقة انا سعيد بشفية حضرتك في طرح كل الامور عشان الاجئة الجديدة تعي وتفهم ما بين كل الوقائع اللي العالم كله اعترف بيها تجد والحياة مش ولدت النهاردة منذ سنوات الطرف الاسرائيلي بيوتنطن بين الحين والآخر انه صاحب النصر في اكتوبر اولا ده امر متوقع متوقع ليه بقى هل انا متخالي ان اسرائيل تذكر الكلام ده صراحة في كتبها وتكسر اجيال موجودة عندها ما حط نفسك بكين العدو انا هقول له والله المصريين عملوا ثلاث تحامات رئيسية في ست ساعات ودي كتنظرية خدود دفاعية واحنا كنا معتنقينها واتكسرت ودخلونا وجامونا على تربية سفوضات تعالى تعالى اقعد اقعد امدي امدي ارجع ارجع ما دي الحقيقة حقول الحقيقة اكسر اجيال عندي فالطبيعي والمتوقع ان انا اعمل مغالطات كثيرة بواسطتي او بواسطة غيري مش لازم كحكومة يعني هدخل ناس اعلاميين ابحاث كلامين ده بتاع يعني اقول غير الحقيقة يعني هو يقول اللي يقوله ده انا شاف انه خلينا نفكر بفكر العدو ما انا دايما يعني حتى في مصطلح كده حتى في الغرب يقولك يعني ما تقعدش تفكر دايما باسلوبك باستمرار شوف العدو هيعمل ايه هيعمل كده انا املك الحقيقة اطلع الحقيقة باستمرار وبصورة محترفة وبسيطة ومستمرة للاجيال اللي موجودة واللي جاية لان ده طوق نجاة مستقافة طوق نجاة طوق نجاة من المغالطات اللي بتتقال لان المغالطات دي لو استمرت يوم ورا يوم وسنة ورا سنة ما يكرر يستقر في الزهن وحق اعلام يعرف صحيح طيب انا هروح لفاصل قبل الفاصل عايز اقفل الكلام المهم اللي قاله اللي هو دكتور هشام فيما تعلق بالدروس وعظات اكتوبر اهمها انه على الاجيال الجديدة قل لا تقلق لانه النصر قادم قادم ان شاء الله اذا ما تسلحت بنفس الاسلحة لتسلح بيها ابطالنا وقادتنا في اكتوبر سلاح الايمان والثقة بالله رقم اتنين اختراع وابداع الحلول غير التقليدية ايوه لحل المشاكل بالغة التعصد صحيح مصبوط لا انا بشكو ساتك لا عفو ساتك بعد الفاصل هنرجع نكمل وحنأخذ حضراتكم في رحلة بقى خمسين سنة لقدام عشان مهم او نعرف كمان ماذا يحدث الان لانه الان نحن في خضم ازمة عالمية كبيرة وهناك حرب عسكرية تدور ما بين روسيا واوكرانيا ظاهريا لكن قوة عالمية كبيرة مستترة في هذه الحرب دكتور يشام حيفهمنا ماذا يحدث وماذا يريد اطراف الحرب اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الحرب الروسية الاوكرانية الحقيقة محدش يقول احنا من نجدعوة دي بتحدث في طرف اخر من العالم لانه هذه الحرب ان لم يكن عسكري فسياسي واقتصادي ولها دخل كبير في اعادة توازنات قوى العالم في اعقاب هذه الحرب وطبعا ما ينفعش ما معنا خبرة عسكرية كبيرة زي اللواء دكتور هشام الحلبي وما نسألوش عن رؤيته لهذه الحرب وعايز ابدأ بالكلام في رأيك لماذا دخلت روسيا الحرب او قرر بوتين اشعاد الحرب اولا في نقطة مهمة جدا قبل الحرب انه فيه تعاون روسي اوروبي في مجال الغاز صح ثلاث خطوط انابيب غاز طوله اكتر من الف كيلو متكلف عالي جدا في حدود الخط الواحد 11 مليار يورو وهم عايزين الغاز الغاز سلعة استراتيجية في المقام الاول صحيح فدائما التعاون الاقتصادي في المجال طاقة استراتيجي بالمنظر ده بيجيب تعاون اقتصادي اكبر من كده على مدى السنين القادمة مفهوم والتعاون الاقتصادي الممتد لانه حمتد سنين بالخمسين والمئة سنة بيولد بيئة امنية متوافقة صح حنتوافق امنيا بشكل لان احنا ربما عندنا مصلحتنا تقتضي كده التوافق انا فوص بقى بعد 20 سنة هتلاقي فيه توافق عالي جدا ما بين روسيا اوروبا اللي الامر يمكن تلاقي روسيا دي جزء المتحد اوروبي مش لازم تقعده يعني او فيه تعاون امني تمام يبقى دي النقطة مش مظبوطة خالص بالنسبة الامريكا النقطة التانية انه توجد شراكة استراتيجية ما بين روسيا والصين هذه الشراكة فيه مجالات متعددة وبتتنوى باستمرار فهنقول بعد 20 سنة هيبقى روسيا ليها جناحين قويين بالزبط كده صح وده حيكون على حساب الولايات متحدة امريكا اكيد يبقى لازم المخطط اننا اجر الروسيا من اتجاه الشر الى اتجاه الغرب بلاش الصين وورطها في حرب هذه الحرب مصرح العمليات اوكرانيا لكن هذه الحرب بتضرب العلاقة بينها وبين اوروبا قويس وبالتالي انا كده حققتك امريكا هدفين صح جر الروسيا وسحبها من ناحية الشرق خلاص وادلوقتي كانت كلها في اتجاه الغرب وايضا ضرب العلاقة اللي بينهم اللي هي الحقيقة كانت مبنية على طاقة ومصلحة الاتنين صح خط نوردين بتاع الغاز واحد وكان بتعمل مع نوردستريم بزبط نوردستريم واحد واثنين بزبط دي مش قضية كمان ضرب العلاقة الاتصادية العلاقة السياسية في اسوأ حالتها صح النقطة المهمة ان هذه الحرب ستدرع المصح الاوكراني بس بفلوس اوروبية في المقام الاول وبالتالي انا كامريكا هدفع اقل القليل صح يبقى انا اقل تكلفة هدفعها كلام فاضي طيارات دون طيار ومشات مدافع وبالفعل حد دلوقتي امريكا هي اقل الخسرين وفيه مكسب عالي جدا لان اوروبا هتشتري منه سلاح من امريكا سلاح بصورة عالية جدا وفيه دول زي السويد وفنلند هايخشوا الحلف الاطلنطي فعايزين سلاح غارب عشان يتسلحوا هياخدوا من امريكا فاذا اي خسار حتى في الاقصاد الامريكي هيعوضها بالسلاح وهو لما تجمع الخسار ومكاسب هو الكسبان تمام تم تطخيم الخطر ان اوكرانيا هتخش حلف شمال اطلنطي وهذا الخطر يزداد بالسمرار الامر الذي ادى الى روسيا انها تقتحم اوكرانيا تمام عشان ما تخش تحت حلف شمال اطلنطي صح ونفزت الامريكان عايزين في فبراير في فبراير مزبوط تمام في خطأ استراتيجي انه لما دقل اوكرانيا دقل على 4 جبهاتكو بغر اه لو جبنا الخريطة يوم 16 مارس ايه في خريطة هنا يوم 16 مارس هتلاقي الخريطة الخريطة فيه الاحمر ده ده القوات الروسية في اوكرانيا الاحمر اللي فوق في الشمال ده جابها جابت كيف مزبوط جابت كيف جابها كبيرة جدا ومسافتها من الحدود الروسية 600 كيلو يعني بيعمل امداد من 600 كيلو وجابها طبعا جابها واسعة او يعني لا والمسافة كبيرة ايه طبعا 600 كيلو دعم لوجيستي ولا دعم جوي وجابها كبيرة الجابها التانية اللي هي جابة خاركيف اللي هي في الشمال الشرقي من اوكرانيا ايه فدي تاني جابها بالضبط اللي هي في ركن الخريطة اليمين فوق اه الجابها التالتة اللي هي اقليم دونباس اللي فيه جمهوريتين الكاندريين فصل مزبوط تمام الجابها الرابعة اللي هي شمال القرم اللي هي خرسون يبقى انا داخل حرب على 4 جابهات كبار الجابها الوحدها في حدود 200-250 كيلو جا عايزة دولة تمام عايزة جاء يعني نقسم قوات المسالحة على 4 منهم جابهتين يعني في منطقة الصعوبة اللي هما جابت كيف وجابت خاركيف وهذا خطأ استراتيجي اذا اردت ان تكون قويا في كل مكان ستكون ضعيفا في كل الاماكن اذا اردت ان تكون قويا في كل مكان هتكون ضعيف في كل الاماكن هتكون ضعيف في كل الاماكن النقطة التانية هل حضرتك كروسيا حسبت السيناريوهات المستقبلية قبل ما تحارب ان انت مش هتحارب اوكرانيا انت هتحارب تحالف في 30 دولة بكادة امريكا لا بس اعتقد هو اكيد كان عارف الحكاية لو كان عارف ما كانتش يدخل على 4 جابهات فعلا انا انا بعرف عارف فلا لا ازاي ان هو بعد كده انسحب من على جمهتي هل عارف ان طب مش يمكن انا هنا طبعا بسأل اه لا تفضل السيلا كلها مشروع مش يمكن حقق اهداف التكتيكية خلاص وبقاء القوات لو جبنا الخريطة التانية او حطينا خريطة تانية تحت بعض يديك الاجابة على السؤال هاد الخريطة تانية اناس ادي الخريطة دي يوم 2 اكتوبر من يومين من يومين هات نحط الخريطين جنبه بعد بقى كده بتاع 16 مارس ادي الخريطين هل يعقل اننا الخريطة العليمين العليمين دي 16 مارس يعني بعد 13 من الحرب يعني من 17 بالزبط كده يعني بعد 13 من الحرب هو شغال على 4 جابهات دول حاليا من يومين بص بقى الجابهة الجابهتين اللي فوق دول انسحب منهم هل يعقل كقوات مسلحة ان انا روح افتح على جابهتين واخسر بكل موضوع من دول خسائر على فكرة خسائر المهاجم اكتر من المدافع عشان كده نسبة المهاجم الى مدافع في القوات لازم تكون 3 الى 1 على الاقل لانه بتحرك في قش الارض فحيحصل فيه خسائر كبيرة فانا اتحرك بقوات ويحصل فيه هذي الخسائر دون تحقيق اهداف انا اقبل ان انا يحصل خسائر في سبيل اهداف ثم هو بعض الخبراء قالوا انه حقق بعض الاهداف في الشهور الاولى عن طريق انه اجهز على كل القوات الاوكرانية وقوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والرب مش عارف ايه وكل قدرتهم حتى علشان اي هجمات من سلاح الاوكراني رقم اتنين انه عمل نوع من انواع التركيع للنظام الاوكراني يعني اللي هي فكرة وضعه في اضعف نمسك 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 نقطة المطلوب في هذه الحرب اننا اننا اضرب القوات الاوكرانية ولا اسيطر على ارض ما هو الهدف النهائي الهدف اسيطر على الارض اسيطر على الارض على الارض هو عايز ياخد جزء من اوكرانيا وقالك دي كانت تابعة روسيا طب هو يمكن معلشها فيلم هو سواء يعني ده طبعا سيناريو وطرح وهي فكرة انه بعض الخبراء العسكريين قالك ليس في التفكير الروسي الآن احتلال الاوكرانية مش هو ده الهدف يمكن لاحقا هو الهدف دلوقتي منع اوكرانيا من ان تكون قاعدة عسكرية او باکيارد يعني حديقة خلفية لامريكا او للي نيتو يبقى على حدودي بسيطرة على الجزء من ارض م هو كيف سيتم هذا على مستوى العسكرية اسيطر على الجزء من الارض الاوكرانية سيطر على مش سيطر على القرار لا لا مش حايدر يسيطر على القرار إلا إذا سيطر على الأرض وبالتالي أنا ليس أبداً في العالم العسكري هنا أخذ قوات وروح عشان أخسر هذه الخسائر وانسحب المعركة أربعة أوجه هجوم دفاع معركة الصدمية اللي هو اتنين مهاجمين بيهاجم معه وانسحب لما نجيب القوات ونحطها على الأرض والتمركزات على الخرايط اللي حصل ده انسحب لماذا تنسحب القوات عندما يحدث فيها خسائر كبيرة جدا اوه هيحدث في مستقبل الخسائر مش هادر يتحملها وش هادر يحق الهدف فانا لو هادر يحق الهدف والخسائر هتكبر طيب العنصر المهم اللي حضرتك ذكرته في البداية وعنصر الغاز اللي هو بيسموها ورقة القوة اللي في إيد روسيا واللي بتارت أوروبا دلوقتي يعني تصرخ منه ده في موازين القوة العسكرية اهميته ايه طبعا ما نقدرش نعرف المواقف ده غير لما نفهم الاقتصاد والعسكرية ماشين جمعين لجمع الغاز الغاز والعقوبات ده 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 يمتلك ورقة ضغط روسي الغاز وهما يمتلكوا العقوبات فالاثنين كل واحد بيمتلك أوراقه في النقطة دي وده ما صار متوازي مع العمل العسكرية احنا شايفين دلوقتي حكومات في أوروبا بتارت تعمل إجراءات تقشفية شديدة جدا عشان توفير الطاقة وربنا أعلم بيهم في فصل الشتاء وهو يهمه أن هذا الشتاء يكون شتاء قاسي جدا على أوروبا وينتفض المواطن الأوروبي في واجه حكوماته ويقولك احنا ملنا ما للحرب دي صح وبالتالي هو هل ده يعتبر انتصار لبوتين لو حصل هذا الموضوع وينتفض المواطن الأوروبي في دولتين ثلاثة من الدول ذات الثقة للسياسي يعني فكرة بتارت بعض المدارات تخرج في بعض المدارات هل هيحتوها السيناريو ده السيناريو التوقع فيه غامض صح هل هيحتوها هل هيقدروا يجدوا بداء الغاز بسرعة هل هيقدر يلاقي محطات نووية ويشغل زكاة وقفة بداء للفحم يتحرك في العالم النقطة دي هم نفسهم مش قادرين يحكموا لغاية دلوقتي تضبط فالشتاء ده شتاء حاسم في الحرب الروسية الأوكرانية في بعد الاقتصادي وما قدرش أفهم الحرب دي غير لما أفهم الاتنين مع بعض المسار الاقتصادي مع المسار العسكري عشان كده هتلاقي المسار العسكري دلوقتي فيه هدوء فيه هدوء صح هو ابتدى يعمل تصويت وياخد الأربع مناطق دول ويجيب باحتياطي 300 ألف يسيطر على المناطق دي بصورة قوية تمهيدا لي ينتظر ماذا سيحدث أثناء هذا الشتاء في المجتمع الأوروبي والمطن الأوروبي لكن قلت نقطة مهمة أنه أي دراسة لحرب فيها أربع أسئلة إزاي وإمتى حبدأ أيوة وإزاي وإمتى هتوقف هتوقف هو هلق السؤال ده عارفه ماعتقدش أنه وعد السؤال ينفع جيش مخضرم كبير لقوة عظمى زي روسيا ما يبقاش عارف البديهيات الحاجة بتقولها ممكن ياله ربيض أنا عزيز والحكة على الحاجة في التحليل الاستراتيجي امسح وإهمل أسماء الدول ليه؟ أحياناً بيتولد انطباع مبدئي إن دي قوة عظمى فأنا بيحصل خطأ في التحليل الاستراتيجي إن أنا دايماً بقول مش هيغلطه بهول من قدرتهم أو أقول دي قوة صغيرة مش هتقدر تعمل حاجة وده دايماً فيه فرق بين الانطباع والرأي صح الرأي الرأي مبني على بيانات تم إخضاعها لكذا فلتر عشان تأكد مدات صحيحة وبعدين أستخدم أدوات تحليل صحيحة وبعدين أصل لرأي ده الرأي وعادة بيكون صحيح أو رأي ورأي آخر صح الانطباع التلات حاجات دول مش موجودين أنا بشوف دي قوة عظمى مش ممكن أوكرانيا لا ده صغيرة لا هتتقد في أسبوع في التحليل الاستراتيجي أنا بشتغلش على انطباعات ولا على أسماء حلو خالص أنا بشتغل على خرايط وأضع قوات على الأرض زي ما احنا عملنا كده أحسنت أحسنت تمام ودائما بقول حكا المصاري هنا المصاري احنا في حرب عالمية في عوضها الاقتصادي نعم بزبوط وحالك قلت ان الاقتصاد والعسكرية مش العالم كله متأسر اقتصاديا فاحنا في حرب عالمية اقتصادية وعسكرية على المصرح الأوروبي صحيح لأنهم كلهم بيدعمهم بسلح وزخيرة طيب بعيدا عن ما في رأس بوتين والله أعلم به سيادتك في رأيك متى يمكن أن تنتهي هذه الحرب تنتهي هذه الحرب عندما تنهك جميع الأطراف تنهك جميع الأطراف الأطراف اللي هم مين اللي هم أولا هم مهوش أوكرانيا خلص وده يعني أكتر ناس خاسرة أوكرانيا طبع لما تنهك روسيا وتنهك أوروبا وتصرخ لأمريكا كفاية أنا دلوقتي طلعت سلح وزخيرة بفيك كفاية من عندي ما دي فلوس المواطن اللي بيصرخ من الاقتصاد والغاز العقوبات دي جزء منها بيرد فيه شي تاني صح فده إنهك عالي جدا وروسيا تنهك لأنها فعلا الحرب دي زي فرن أنا برمي فيه دولارات كله بصد حرب بالضبط كده والمواطن الروسي حيبتدي يشعر بالعقوبات المتعددة قدام صح والسلاح والزخيرة دول حيجيب منين تاني ما هو ده حياخد من ومع كل العجب تقوله ده حياخد من بوق المواطن تظل أقل الخاسرين أمريكا ده إن لم تكن كسبان لأن أنا ما حسبش الخسارة اقتصاد وتدخم عنده لا احسب برضو السلاح اللي حيبيعه وانا ببص الخسار ببصش اللي هو بحيبيع السلاح ومش بس رعلا يبيعه وتحقيق أهداف استراتيجية بالضبط كده تسوى إيه بالنسباله كفلوس إن هو يورط روسيا هذه الورطة صحيح تسوى إيه إن هو يبعدها عن عن الصين ديوقتي على الحياة حتى في التصويت بتقولك أنا ممتنع عن التصويت في مجلس الأمن فتسوى إيه تسوى كتير يسوى إيه إن روسيا تنخفض بهذا المنظر وتتكسر هيبت القوات المسالحة الروسية مفهوم أنا ما بتشغلش على التصريحات الإعلامية دايما التصريحات الإعلامية في الحرب زي ما حنا كنا بيقول إسرائيل بتقول ما حنا بتقول إحنا انتصرنا بس أنا بقوله تنتصر إحنا نجيب القوات ونحطها على خرايط ونشوف مين اللي انتصر زي ما احنا عملنا كده هو ده كرام مين اللي انتصر جيش المصر بالزبط كده شرفتني ونورتني وأنا ساعدت جدا جدا أشرف مع سيادتك وإن شاء الله يبلينا لقاءات قادمة قريبة شكرا جزيلا شكرا هاي طيب شرفتني ونورتني شكرا لحضراتكم اليهاردة كانت ليلة أكتوبرية بامتياز عشان نحتفل بأجواء أكتوبر انتصار مصر العظيم افتكروا دايما ان احنا انتصارنا وان احنا قادرين دايما عن انتصار وازرعوا هذه الروح في أولادكم وأحفادكم عشان الأجال المصرية تطلع تبقى دايما محتفية بهذا النصر سبحانه جيدة موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة